طيب الحلقة انتصارات الاهلي في كل الالعاب قبل ما نبدأ مباشرة حضراتكم استمتعتوا بتتويج الاهلي او تبعتوا تتويج الاهلي تحت 19 سنة في الكرة الطيرة ببطولة القاهرة بعد ما فاز على الشمس 3-0 لكن ده كان استمرار بقى لكل الانتصارات خلال الفترة الحالية سواء في الالعاب الجماعية او في الفردية في الالعاب الفردية تقلق البطلة الزهبية الحقيقة هنا جودة في تينس الطولة دي حاجة البنت دي ظاهرة عمالة جوه وبره وطولات عالمية وفي مراحل سنية متعددة ربنا احفظها يا رب ويحميها من كلام الناس ساعات كلام الناس لو صدقت وجننك فهي نتمنى ان هدي بقى اللي محتاجة لايف كوتش عشان تروح في حتة تانية خاضر انها تبقى عندها من السبات الشخصية انها تتحدى نفسها تبتدي هي بقى ايه لا تقتنع بما حققته هنجودة قفزت تحت 19 سنة للتصنيف التالت بقى التالت العالم تحت 19 سنة في اسبوع واحد عملت ثلاث ميداليات خدت الميدالية الزهبية اللي بطولة مصر الدولية راحت ايطاليا خدت ميدالية الزهبية اللي بطولة 17 وبطولة 19 فماشاء الله عليها انجازاتها وارقامها سريعة وتصنيفها بشكل سريع تنس التالت مشرفة مصر والاهل الحقيقة يعني ميشرف دينا ميشرف وعمر عصر وهنا جودة السلاسي ده وبقيت جمالهم والبيلي وبقيت جمالهم واخدين التنس التالت في مكان محترم جدا 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 للأهل والمصر آه عالميا يعني صحيح